عنده قسطول عربيات من أفخم الماركات العالمية استعراضهم في مسلسل نعمة الأفوكاتو بناء على طلب من محمد سامي بيمثل بقاله أكتر من 20 سنة وما كانش حد يعرف أنه عنده بيزنس كبير في عالم السيارات عمل نفسه بنفسه في التمثيل وكان بيبني نفسه برضه في تجارة العربيات متجوز ست من بره الوسط الفني وعنده منها 3 عيال ومسلسل نعمة الأفوكاتو كان وش الساعد عليه وخلنا الناس تسميه في الشرع ياسين عماد زيادة اتكلم في لقاء عن مالك أسطول سيارات شخصية ياسين اللي بيقدمها في أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو وقال عماد زيادة أنا صاحب أسطول السيارات اللي ظهر في المسلسل وده لأني من محبي اقتناء العربيات والمخرج محمد سامي اقترح علي أظهر بعربياتي وقلت له مش هيبقى كتير قال لي بره بيعمله كده ودي أول مرة عربيات تظهر في مسلسل عماد زيادة بدأ مشواره الفني من بداية الألفية التانية وعمل أدوار كتير في عمال مهمة زي مصرحية بودي جارد مع عاد الإمام وفيلم أمير في الظلام وشارك في مسلسل العراف وأستاذ ورئيس قسم وظهر كمان في رمضان مبروكة بالعالمين حمودة مع محمد هنيدي وعمل دور محوري في مسلسل أغلى من حياتي مع محمد فؤاد وشارك في بطولة مسلسل المرافعة ومسلسل أبو البنات مع مصطفى شعبان وفيلم بوحة مع محمد سعد وكان له ظهور مميز في مسلسل سكة الهلالي مع يحيى الفخراني ومسلسل ماما في الاسم اللي شاهد عودة سميرة أحمد للساحة الفنية بعد غياب طويل كمان زيادة اتعاون مع محمد رمضان في أعمال فنية مختلفة كان أولها مسلسل الأسطورة وبعدها مصرحية أهلا رمضان وبعدها دوره في مسلسل نصر الصعيد لكن سنة 2019 عمل دور مختلف تماما في مسلسل ولد الغلابة مع أحمد السقة بشخصية سعادية جديدة وجسة شخصية رشوان تاجر المخدرات اللي بيدخل في الصراع مع عيسى الغانم اللي هو أحمد السقة عشان ياخد مخزن المخدرات ويبيعوا لحسابه وفي موسم رمضان 2024 جسد دور ياسين الألفي في مسلسل نعمة الأفوكاتو عماد متجاوز ست من خارج الوسط الفني اسمها لمياء وربنا رزقوا منها بتلت عيال هم لارا ويوسف ومولدته الجديدة تاليا فمرة بنته لارا تصابت بكسر في رجلها الشمال بسبب تعرضها لحدثة لما كانت أسرتها في السحل الشمالي وهي بتلعب مع أخوها يوسف وبشكل مفاجئ موتوسيكل خبطها وهي رجبة البيتش باجي وده اللي تسبب لها في كسر في رجليها والدكاترة طلبوا منها ساعتها إنها ترتاح راحة كاملة لمدة شهر لحد ما تخيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر